حيقول لك أصلي أصل ده مال عام وما فيش حد منتقل ومن قال لك أن المال العام ليس له ملكية ده ملكية المال العام أشد حرمة من ملكية المال الخاص لأن ملكية المال الخاص خصيمك واحد أما ملكية المال العام فخصيمك كما قلت عشرة مليون ده ده في الوقت الراهن لكن أكيد الحاجات دي مقدرات الأجيال اللي جاية كمان ومقدرات الأجيال اللي جاية معه السنة دلوقتي النهاردة لو ما تشوف منظومة المنظومة القرآن الكريم من خلالها عالج الفساد والإفساد يعني كلمة فيه في القرآن الكريم فيه معنى الصلاح والإصلاح صلاحي بنت رجل كويس بس الأعظم الإصلاح وفيه مفهوم الفساد أنت فاسد في نفسك لكن الأشد الإفساد شفت خيال يعني لما ربنا سبحانه وتعالي قول إيه يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض ساعة ساعة ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسلة والله لا يحب الفساد خطورة الرجل ده إيه بقى؟ خطورة الرجل ده مش حامل الفيروس وساكت وخلاص فضرره ده بينشر الفيروس ده واحد حامل الفيروس وبينشر الفيروس فإذا هذا أشد خطورة من هذا الفاسد الذي يحمل الفيروس ويكتفي بنفسه وخلاص وانتهى الموضوع فضرره على نفسه ما تشوف هذه المنظومة في القرآن الكريم تجد العاجب العجاب كيف أن القرآن قد وجهنا وقد نجح القرآن الكريم في إصلاح القيم في أزمنة كثيرة وإحنا في أمس الحاجة أن إحنا بهذه المنظومة القرآنية أن إحنا ممكن عن طريق الوعي والضمائر وخطاب الجمعة والدروس بتدريب جيد وبخطاب شيق تحويل الخطاب الديني وخطابات الوعي المختلفة من خطابات وعظية أو خطابات جامدة أو متقعرة أو خطابات شكلية لإنتاج تدين شكلي إلى خطاب يشتبك لصالح القيم ولصالح الأخلاق طيب وحضرك بتقول أن تنزل على الأرض عشان تعرف السبب فتناقش العمل فعلا زي دي فهيقول لك مثلا مرة الظروف بعض الناس ممكن يقول لك هي جات عليها يعني هو أنا الفارق ده ممكن حد ترد عليه تقول له إيه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعا يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت ولكن إذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أساء الناس فأحسنوا لأنه مدام إحنا بنؤمن بالآخرة وأول آيات في سورة البقرة يقول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إحنا نوقن بأن في آخرة وإن إحنا هننزل القبر وإن ربنا هيحسبنا وإن إحنا سنقف أمامه يوم القيامة كل الزنوب التي بينك وبين الله مجرد أن تقول يا رب يقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الزنوب فغفرت له لكن يا جميل هتعمل إيه مع الزنوب العباد إذن أنت في ورطة طب هتعمل إيه لما أنت عملت حاجة ما أنتش عارف ترجع يعني أنت بشرت في طريق وصعب جدا الرجوع الرجوع عشان أنت تصلح اللي أنت عملته ماذا ستفعل إذن؟ فإذن لابد أن نضع في اعتبارنا أن حتى وإن هلك الناس حتى وإن كثير من الناس انتهجوا هذا النهج ليس مبررا لأنك ستحاسب وحدك يوم القيامة أمام رب العالمين ويعاتبك الله جل جلاله يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون